اشتركوا في القناة دعونا اليوم نسلط الضوء على أحد الأفلام الجديدة المميزة وأنا متأكد الكل ينتظر هذا الفيلم ولكننا نحتاج الانتظار شوية طويل وذلك بسبب فيروس كورونا واللي أجل تصوير هذا الفيلم أنا قاعد أتحدث عن فيلم عامر خان اللي ديد لالسنج تشده وهو أوفيشل ريميك لفيلم توم هانكس فورست قام هذا أوفيشل ريميكس يعني ما فينا ناس تتجادل على هذا الموضوع وبالتالي الكل ينتظر هذا الفيلم وخاصة بعد أن انهز وضع عامر خان في الفيلم الأخير توكس أوف هندستان اللي ناس ما عجبته دوره صح هو الفيلم رسب ديزاستر بالتأكيد ولكن هو حتى ما قوبل دوره أنه يكون بشكل جميل ولكن هذا المرة ما حب عامر خان أنه يغامر ولكن اختار سبجكت اختار موضوع فيلم اللي بالفعل يستحق لنا ريميك يعني خلنا نقول يعني أقفل النقاش والجدال على نوعية الفيلم اللي هو راح يعملها خلاص الناس كلها عارفة أن فورست قام هو فيلم كلاسيك المحتوى السبجكت الآيديا الكاركتر ماله رايع جدا وبالتالي عامر خان كسب المعركة بنسبة خمسين بالمية الآن كسبها لأنه اختار فيلم ريميك على مستوى عالي جدا وفيلم كلاسيك هذا كسبه ما عليه غبار ولكن تعال خلونا نشوف هذا الدور اللي راح يقدمه عامر خان خلونا نشوف هل الريميك نسبته عالي من الفيلم الحقيقي اللي شفناه في فورست كام في 1994 1994 لما نزل هذا الفيلم توم هونكس اللي أصبح دورا آيكنوك واحد من أفضل الأدوار اللي قدمه في تاريخه الكاركتر اللي قدمه واليوم راح نشوف في الأيام أو في الأشهر قادمة عامر خان راح يقدم هذا الكاركتر وبالتالي الكل ينتظر يشوف عامر خان كيف راح يقدم هذا الكاركتر ومن ثم تم المقارنة ولكن على حسب المشاهد اللي تم تصوير الفيلم وعلى حسب الصور اللي توزعت اللي اللي عمل في تويتر وهذا شفنا بالفعل إن معظم المشاهد اللي موجودة شبيهة لمشاهد توم هانكس من الفيلم لأن عادة الريميك صح في ناس تأخذ ريميك أوفيشل ولكن دائما الناس تتخوفهم راح يعملها 100% 70% وفي النهاية هو ريميك أكيد راح يضيفون الحاجات معينة حتى لو ما ضافوا طالما هم خدوا أوفيشلي من حقهم يسوون الفيلم كما هم يريدونه يعني طبق الأصل ولكن دعونا نشاهد الحقيقة في فيلم فورس قام الواقعة كانت هو سببها أيضا والقصة تبدأ من فيتنام في السبعينيات من فيتنام وبالتالي أيضا هذه القصة لفيلم عامر خان اللي يمثل لأول مرة دور سيك كاركتر كامل في الفيلم يكون بنجابي ويتكلم بلهجة بنجابية في الفيلم بالكامل وتعاون كارينا كافور في دور البطولة وبالتالي هذا الفيلم على حسب الصور اللي شاهدنا تقريبا يعني فيها لقطات ويت شبيهة من لقطات توم هانكس لما يكون في الأرمي بدون لحية وثم لما ينتقل لأن هذا الفيلم أيضا يعمل جورني ينتقل من كل الولايات في الهند مثل ما انتقل توم هانكس ومر على كل أحداث الدولة أحداث أمريكية وهني عامر خان أيضا رح يمر على الحرب بين الهند وباكستان ويمر في السبعينيات ويمر في الثمانينيات وتسعينيات لنمكر حتى ألفين رح يبرز هذا الشيء نعم انتوا عارفين الآن لارسينغ يعني هو ريميك لأوفيشل فيلم فورس كام لأن دائما مرات الناس تخاف تقول يا أخي فيه أفلام كلاسيكية فيه أفلام مميزة ما تستحق أن تتعمل ريميك لأن هي تظهر وتبرز مرة واحدة يعني ممكن نضرب مثل يعني يقولك مغلة آزم ممكن نقولك ماذر انديا ممكن نقولك العراب The Godfather يعني فيه أفلام معينة يقولون أنك ما ترم تعملها ريميك مرة ثانية لأنها هي تتعمل مرة واحدة وتروح وتغيب يا ترى هل فورس كام يكون يعني الفيلم اللي يستحق أن لارسينغ يكون قريب منه لو حتى بنسبة 70% على المستوى وعلى الجودة أم لا الآن أنا كوجهة نظري اللي قاعد أفكر فيه اليوم يا ترى هل عامر خان قادر أن يغير الشخصية اللي كانت موجودة في توم هانكس في فيلم فورس كام ليش أنا أقول ليش خلوني لأني أنا لما تابعت فيلم بيكي لما تابعت فيلم بيكي فيلم بيكي الروح ما له مستوحاء الكاركتر عامر خان مستوحاء من فيلم فورس كام من كاركتر توم هانكس يعني إذا أنتوا تدققون شوية الكاركتر عامر خان في بيكي يعني شبيه جدا لكاركتر فورس كام توم هانكس اللي فيها البساطة اللي فيها الكوميدية اللي فيها زي واحد يعني النمو ماله مش مكتمل بتصرفاته بالأمور مثل هذا أنا هني قاعد أفكر يعني كيف رح يظهر عامر خان أنا ما بقاعد أعلق ولكن قاعد أفكر لأن هذه الشخصية توم هانكس في فورس كام شفنا الظل ماله الروح ماله شفناه في عامر خان في فيلم بيكي أنا هذي ملاحظة عندي فيها في هذا الجزئية ولكن بشكل عام الفيلم الكل ينتظره ونحن نعرف عامر خان يعني ويد يهتم يحط روحه للفيلم وهذا من ميزات حامر خان أيضاً يشتغل صح على الفيلم مع المخرجين مع الناس كلها وأيضاً عندي تخوف بسيط في جزئية أخرى في جزئية المخرج يعني المخرج الفيلم أدباتي هذا المخرج يعني خلنا نقول يعني أنا ما بقاعد أسبق اللحظات ولكن ما عنده هديش الخبرة تهولد هذا الموفي الكبير يعني أنا هذا اللي أقول وممكن ينجح ويخيب ظني ولكن بعد شوية متخوف ليش؟ لأنه أول فيلم إله كان سيكرت سوبرستار سيكرت سوبرستار مقومات الفيلم كانت بسيطة جداً مقوماته يعني فيلم وايد بسيط وايد بسيط في إنتاجه بسيط حتى في إبهاره كأفلام منها بسيط جداً قصة بسيطة وحتى لو ما كان عامر خان في الفيلم هذا الفيلم ما كان يعني يحقق أي إرادات مع أن الفيلم ما نجح نجاح كبير جداً أبداً يعني عمل أبوف أفريج ولكن نجح أوفرسيز نجح في الصين وبالتالي أنا شوية متخوف على المخرج بعدم الخبرة الكافية الموجودة في هذا المخرج ولكن ممكن يفاجأني فيها هذا جزء من الحديث اللي حبيت أطرح رؤيتي أو تحليلي لفيلم لالسنج شدة وفيه جزئية ثانية يعني أيضاً بشخصية عامر خان اللي دائماً نتكلم عنه أنه هو بالفعل ممثل مشتهد ملتزم يشتغل على دوره بشكل عالي جداً وهذه ميزات عامر خان اللي دائماً عودنا فيها ولكن في الفترة الأخيرة يعني عنده هفوات كانت مثل ما قلت لكم في توكسو في هندستان دوره ما كان سيئة وحتى في فيلم سيكرت سوبرستار على فكرة كان دوره لا يليق بمستوى عامر خان ما تليق لأدوار لأن عامر خان ممثلين يعني مش عجينة تقدر تلعب فيه مثل شارو خان وثانيين لا يعني لازم يكون كل شيء مرتب عشان يبرز عامر خان عامر خان إذا فيلمه سيناريو مش مرتب كل شيء إذا كان صح رح يبرز إذا ما كان صح ما يقدر يشيل فيلم مثل الممثلين الآخرين لن ننسى أن فيلم فوريس جامب اللي مثله توم هانكس اللي نزل فيه أربعة وتسعين كان عمر توم هانكس ثلاثة وثلاثين سنة واليوم الريميك الأوفيشل لعامر خان لفيلم توم هانكس لال سينج يا ترى هل هذه الفوارق رح تبين في الفيلم أو رح تلعب دور سوى إيجابي أو سلبي لعامر خان في الفيلم أم لا أيضا عامر خان يعاني من منتل هيلث يعني النمو العقلي عنده بسيط جدا وفي الفيلم أكيد رح يبرزونه أن يودون المدرسة والناس تبحك عليه والأمور وبعده يدخل الجيش وصديقة يعاونة بهذا الموضوع من ناحية المنتل هيلث ولا ننسى أيضا أن الفيلم أيضا إضافه أيضا حادثة اللي هو الحديث الناس اللي تتكلم عنه فيروس كورونا أيضا رح يضمون في السيناريو أيضا هذه الجزئية اللي ناس تعاني منها لأن الفيلم قلت لكم يمر على مراحل يعني كل أحداث الهند من 45 لغاية ما ومن ضمنها أيضا ضافوا البورشن خلنا نقول الأحداث كورونا اللي حصلت في الهند رح يضيفونها وبالتالي يعني السؤال هو هل كورونا رح يكون هو الشر في الفيلم ولا لا هذا بس بجرد سؤال مني يعني عامر خان عامر خان أيضا من الممثلين الحقيقة اللي إله دور كبير جدا اللي لعب لعبة الأرقام البوكس أوفيس اللي يسمونا هو الأول اللي دخل فيلمه نادي الميت كرور قجني وبعده دخل فيلم الآخر ميتين كرور وكأول فيلم هندي أيضا يدخل ثلاثمائة كرور فيلم بيكي أيضا فيلم دنقل اللي حقق إرادات ثلاثمائة وثمانة وسبعين كرور عامر خان خلنا نقول هو اللي قاعد يكسر الأرقام السؤال المطروح الآن على هذا الفيلم هل عامر خان يستطيع أن أيضا يدخل كأول ممثل في بوكس أوفيس أنه يكسر الأرقام ويدخل في نادي أربعمائة كرور مع هذا الفيلم لأنه أنا أقول مقومات الفيلم جدا رايعة صح نعم ريميك أوفيشل ولكن موضوعه محتوى عالي جدا عالي جدا على مستوى عالي جدا ولكن هنا الآن يحتاج أنه كيف رح يسوون الريميك وكيف رح يكون محتوى وكيف رح تنبني الشخصيات وكيف رح يكون الإخراج والشغل اللي نقول خلف الكواليس أيضا VFX أيضا في الفيلم يعني هذه الأمور كلها تترتب على نجاح الفيلم خلونا ننتظر أيضا وننتظر بفارق الصبر مع فيلم عامر خان اللي دين لا تنسوا تعملوا اللايك سبسكرايب جرس وشير وأي كومنس ممكن أيضا تحطونا ترجمة نانسي قنقر